انخفضت أسعار النفط اليوم وصلة موجة الهبوط الحادة التي بدأت في الجلسة السابقة بعد أن استبعدت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم خفض الإنتاج وظهور بيانات من القطاع بزيادة مخزونات الولايات المتحدة من الخام وبلغ سعر تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة 31 دولار و25 سنة للبرميل من خفاض بلغ 1.95% عن سعر آخر تسوية وهبطت العقود الآجلة لخام برينت نحو 1% إلى 30 دولار و90 سنة للبرميل وهبط الخامان أكثر من 5% خلال تعاملات اليوم السابق